بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على الحبيب المصطفى على افضل صلاة والتسليم سلام عليكم حبيباتي مرحبا بكم معايا في هاد الفيديو وان شاء الله تلقاكم بخير الفيديو تعلن نهار اليوم جد متنوعة وفيها يعني اكثر الوصفات طالبا من بينهم هاد الوصفة تعليب تيفو لنحن نعملوهم طريقة اقتصادية رح نديروهم بالزيت رح يجو ايشهوا سهلين مالي والله غير صدقوني حضرتهم في وقفة احنا حاول نمدلكم مقادير مضبوطة هاكدا بش تنجحوا فيهم نبدأوا على بركتي الله هنا اخيتي لازمنا يكون عندنا باطر ولا هاكدا عجل في العجل ديالي دل ثلاثة حبات بيض يكونوا في درجة حرارة الغرفة زيت عليهم كاس تاع سكر ناعم نغربلو سكر ديالنا اذا ما عندكمش سكر ناعم ممكن نديروهم بسكر العادي نزيدو عليهم هنا يا رشة تاع الملح ونزيدوهم غرفة صغيرة مع مراتة لافاني ندربو هاد البيض مع السكر الناعم ديالنا شوفو حتى الخليط ديالنا يضاعف في الحجم ديالو هنا شوفو عندي كاس واربع تاعزيت انا درتهم هاكدا في هاد الطاس هاكدا بش نقدر نفرخهم بيكل سهولة بش من مرمتش الحالة الطاس يبلي بخاتيك شوفو نفرهم بلا عقلك شغلو لانا نديرو في المايونيز وفي نفس الوقت لانا نخلطو بالباطق ولا بالعجل كنكملو كامل كمياتها الزيت هنا نحيت هادك الفويد وقدرت هاد العبالات هادي زدت هنا يا كاس تاع ماي زينا ناشا دو كنكمل نخلط هنا دايما نخلطو على سرعة منخفضة ونزيدو الفارينة عدنا الكاس اللول هذا الكاس الثاني وعدنا هنا يا الكاس الثالث زدت معاهم غرفة صغيرة تاع خاميرة الحلويات ما تكونش معمرة بزاف هاكدا باش البتيفوغ ديونا مايفقدوش هادك الشكل ديالهم في الاخر كامل زدت نص كاس تاع الفارينة يعني فارينة استعملت ثلاثة كيسان اونس وعندي كاس تاع الناشا هاوليك القاوم خياتي كنت عرفوا القاوم تعاجينا تعليبتيفوغ يجي هاكدا كشغل يجي يجي جاري شوية نوع الماء هاوليك هانا طميت كامل غير هاكدا بلا سباتيول دونك هكتشوفوا طريقة تاع التحضير بزاف سهلة من اروع ما يكن هانا يا فرشت بابي كويسا استعملت هادلا دوي هادي كيما كتشوفو يعني البتيفوغ يحبو ان دوي تكون مسننة يعني فيها بزاف تاع الاسنان هانا يا ندير الخليط والعاجين ديالي في الابوش نحاولو منعمروش الابوش باش نقدروا نتحكمو في البتيفوغ باش ما نعيوش تاني وانا هاكدا شوفو نعبزو تديروا الاشكال يعني اللي تحبو تحبو هاد الشكل تاع الكوكياجة ولا تديروا هادوك الشكل تاع الباتوني هنا لكم الاختيار ولا تديروا هاداك الشكل الدائري يعني هنا كيما تحبو نشوفو اللا فرم تاع العاجينة ديالنا كيفاش راي تخرج بكل سهولة يعني كيما قد لكم مديت لكم مقادير مضبوطة باش ان شاء الله وبإذن الله تنجحو فيهم هنا في الاخر كامل سقمتهم شوية سقمت لهم ادك الشكل كي ماشتوا معايا وندخلوهم للفرن يكون شاعل منقبل يعني يكون سخون على درجة حرارة 170 درجة مئوية ما نقويولهم مش بزاف النار نار يعني قليلة الى متوسيطة باش يطيبو غير في غردهم باش ياخدوا هادك التحميرة هنا نورلكم كي كانوا يطيبو شفهم بدأوا ياخدوا تحميرة من الاسفل وريتلكم يعني الشكل ديالهم بقى هو هو يعني مفسدش كيما كتشوفو هامليك انا نحبهم نشيهم حمرين هاكدا بشي جويبانو كيما تعل المحلات وصدقون يعني ولا غير احسن من تعل المحلات هاوليك الشكل ديالهم وانتوما طيبوهم يعني على حسب ما تحبو انتوما هاوليك الشكل يعني خرج ما شاء الله بقى هو هو هنا دوكا بعد ما برضون نحو نلسقوهم انا تحبو تلسقو كل زوج معا بعض يا اما بلا كون فيتوغ ولا بلا جولي لنا لكم الاختيار شوفو يعني جو ما شاء الله كيما قدلكم الشكل مفسدش وجو روعة مام طيبهم خرج روعة دوكا بيان شغلي بتيفو غلا زمنها مشوية تاع شوكولا هنا يا صراحة اني كنت مترددة ولا نستعمل شوكولا نواغ ولا بالحالي فالاخر قررت ندير بالحاليب هنا نحيت هادوك زوج حبات اللولين هاكدا باش ما نفسدش يعني نشوف نستعمل فقط الكمية اللي نحتاجها نقطحها هاكدا شوكولا ديالي تكون رقيقة استعملت شوكاس بالحاليب كيما قدلكم انا دايمن الشوكولا هادي تاع شوكاس بما انها تدوب بكل سهولة دايمن راني ندوبها في الميكرون دخلها الميكرون زوج وثلت ثواني نخرجها نعاود نحركها الى القيتها مزل شوية مده باش نعاود نرجحها زوج ثواني صدقوني خلال ست ثواني تلقاوا الشوكولا تاعكم تاع شوكاس هادي راهي دابت هاي لك هنا يعني شوفوا القاوام ديالها هايل ما تحتاج نزيدو لها الزيت ما تحتاج حتى حاجة ما دلت لها لا زيت لوالو اختص لي بتي فوق ديالي كيما شتو مم هادو كليباتوني هام لكرا هم طابو ام حمرين اي شهيو هادوكتاني تحبو تلسقو كل زوج معا بعض لكم الاختيار انا صراحة حبيت نخليوهم غير هاكدا كبر دلت لهم الشوكولا فليدو كوتي شوفوا الشوكولا بعد ما نشفت شوفوا لكو لغة ديالها والقاوام ديالها والابريانس لي وش نقولكم انتوما اللي جربتوها في العيد هادا احكو لي في الكومنتر كيفاش لقيتو شوكاس لغو اديالها لا تكسير تحا كيفاش تقطع بكل سهولة كيفاش تدوب بكل سهولة يعني من اروع ما يكون صدقوني من اروع اللي بات غلاسي اللي راهي متواجدة في السوق الجزائري حاليا لم البنة ديالها ولا كيما كتو فولا بغيانس والقاوة هام لك اللي بتي فوق ديو عنا البنات كيفاش يجو يشهو يا البنات وسهلين في التحضير ديالهم مع قهوة حليب سيقتولي خلاص لهم القاطو دلناه كيما قلتلكم اقتصاديين بالزيت هنا دو كح نشارك معاكم فطوري اللي كان حريرة هناك كنا صعي من اخر يوم بتاع الصابرين درت كي ماشتوا معايا اللبصل درت زرودية درت القرعة درت طماطش درت التوم مع شوية الحمتاء الغنمي قليتهم درت ملح فلفل لكحل درت توابل تاع الحريرة اللي راه من عند اي بي سيوم خرجتلي واحد الحريرة بزافة برينة هنا يوم بعد ما تقلو كامل بيان مرقت بالمسخون كيما راكو تشوفو ودرت هنا الحشيش ودرت وريقة تاع كرافوس وزيت درت تاني معاهم وريقة تاع النعنع شو تكونوا هاكده الحشيش وش يجددو كامل عباكم يزلو يمدونا واحد الدوق من ارواع ما يكون هنا نقيتهم بيان خصلتهم ليحربتهم بالخط ورميتهم الداخل وغلقت على لكوكوت مينوت ديالي لحوالي هاكدك عشرين الى خمسة وعشرين دقيقة ونفتح عليها البولواغ البنت ولا البويواغ اللي استعملتها اليوم هاي لك هنا لامارك فيكينج شيف راي من عند لاباج فيسبوك انستاغرام شيف كويزين ديزاد وش نقولكم يعني انا الغلاية تعلمة هادي من بين الاشياء لي من استغناش عليها في الكوزينة ديالي تعاون بزاف بزاف خيتي هاكده في التمرق في لتيزان اه تحبي تديري قهوات اي حاجة يعني تحتاجي فيها المسخون يعني سانك سانك راك رايحة توجدي المسخون ديالك وتاني بطريقة صحية نشوف البولواغ تعنا بزاف شباب عندو الفم هاداك جاي بوانتو بخاتي هاكده كين مرقو يعني ما يمردناش ما يمردناش الحالة والا اهنا شوفو تلقاو الفلاش جي مع الكادنات سماك يتغلقو لازم هاكدك تغلقو بهديك الطريقة الفلاش لازم دايمن جي وينكين الكادنا هاوليك شوفو الغلاق تاعو تاني يعني مم ديزاين تاعو بزاف شباب وانق بالنسبة للسعر خيتي دير 830 الف والتوصيل راهو مجاني وارقام الهاتف راه يدهر اقدامكم في الشاشة حاجة كما قلت لكم صدقوني يعني كي تكسبوها تولو ما تستغنى وش عليها اه والا هنا يالحريرة تاعي راهي طابت اه رحيت كلش بلو بغام يكزور يعني حتى نحيت قبل هاداك اللحم رحيت كلش اه بعد في الاخر ميت لها هنا كي ما كنت شوفو راس تاع الحار زيت لها شوية من توابل تاع الحريرة في الاخر وهادك هي الحريرة كانت واجزة انا الابخيمي ديزت عود درت المقروط نفس الوصفة اللي درتها معاكم في رمضان دلعيد اه واحد الوصفة اه ناجحة لبنات وبخاتي كبل بزاف هنا كانت عندي مناسبة بش نده في يدي قالو غزت درت شوية تال ما يعني اللي سهل ستقوني تاني بين الوصفات اللي ناجحة ولي تحضر تاني في وقفة يعني من اسهل الوصفات تاني لاخيتي حبيتوا تديروهم الى عندكم مناسبة ولا هكذا حبيتوا تدوهم تاني في يدكم وصفة بزاف هايلة وتوجد تمتم ماشي هذيك الوصفات تعبس يسميد وخليه يريح وليبات ولا يعني توجدها منا تقليها منا تعسلها منا تأكلها منا طاف 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 يعني من اروع ما يكن هنا شوفوا يعني المقروط لازم يتعسل هو سخون اه قد ما يقعد في العسل قد ما اره ورايح يترمل ويعني هذيك العسل يوصل لقلب تاع الحبة ويجي هايل نابين سوكي معلا بلكم المقروط في شوية مرميد تعس ميد تعلي دام القليان الشيات وش نقولكم هنا نقيت كامل لبلوندو تخافاي اديالي هنا نحيت كامل هذيك السميد قبل بالبابيير ولي دام وقع وبعدت شوية مستيك جاويل موسونت هذا شوفوا البنات را تخوازونا يعقم يطهر يرغون في نفس الوقت بالنسبة لي ميكروف بغيراني نستعملهم هادو ما البنات تعليف راهم كبار في الحجم فيهم 40 على 30 سنتيمتر ويشربوا السوائل سوبر بيان روعة يا البنات مايفناوش ستقوني غير مايفناوش ويشنو هادو ما كي يقداموا ويشنو قولكم بلك واحد شهرين تلت شهر هما يعني يبقوا هكذا كامل تلابس عليهم ويشنو هما كيتعرفوهم باللي يقداموا لكم يولوك شغل شوية مايشربوش السوائل سينو هكذا كيما قلت لكم الأخواتي راح يشدو لكم مدة طويلة وبعد هنا البنات الماعن كامل يعني اللي كانوا عن ديدرتهم داخل الماشين سلكة نيدرت لي باستي هادو ما تاع ستيك كين هادو الباكي تاع لي فيه 30 وكين باكي هادو كبير تاني غلقت على الماعن دلتهم داخل الفيسل دايما انا نحب ندير بروغرام هادا تاع ساعة بس كي يعني تم تم تغسلهم يخرجوا ما شاء الله هاملي كربنات ديروا كابتوغ عليهم يعني راه مرخص في الثامن اديا لهم يخرجوا روعة زجوا وسعلا لابلاكك وتعرفو ليدام تاني والقليانوكا مسحت كامل لابلاك درت لارغوها غير بركة بتوبسيل وجوست لها بادا كلوشي فهم يكخوفي بغتاع لايف اللي قوت لكم شوفو يمد واحد البالق بزاف هاي بخاتك تاني مم خياتي للزجاج هاكدا ولا ديفوا ما نحتاج مين بان دير اين بخوديو لاني مسح بيهم زجاج يخرج يبريي بلا ما نستعمل لافيتخ من بعد هانا هادو المعن اللي بقاولي لي ما كيما يقولوا لي ما يدخلوش داخل لافيتخ كيما الجفناك وتعرفو والكاسرونه هادي تاني محبيتش نديرها باسكو شو نقول لكم تمرمدت بالشياط بالزيت وقاعد كانت الزيت تقطر شوية مرة مرة على اللي كوتي وكانت التحرق انا يا اغسلتها مليح يعني كان لازم ديلها رغوة انا المقرط نحب هاكدا نقليها في كاسرونه باش ما نستعملش كمية كبيرة تاع الزيت في الاخر دو كاح نشارك معاكم العشا ديالي لي كان بيتزا كاغي مو قرمشة كيما راكو تسمعو واحد القرمشة راهيبة وخفيفة خفيفة تقولوا راكو تاكلو في قاتو راح نديروها باسميد هنا يشوفو في العجان ديالي درت كاسو نصتع سميد ليكون الرقيق زيت عليهم كاسو نصتع فارينا دونك كاسو نصتع فارينا دونك كاسو نصتع سميد رقيق كاسو نصتع فارينا نديروها بالعجان لي ما عنداش العجان يعني تستعمل ليد عادي وعدنا مغرفة كبيرة تاع خاميرة الخبز الفورية وعدنا مغرفة كبيرة تاع السكر بالنسبة الخاميرة ما تكونش معمرة بزاف زيت عليهم ثلث كاس تاع زيت الزيتون تقدروا تديرو زيت العادي خليت هادك سميد والفارينات تبسوق بالمع الزيت ومبعد استحبت بيت في درجة حرارة الغرفة هنا عندي مغرفة صغيرة ما تكونش معمرة بزاف تاع خاميرة الحلوية تحت عاونة تاني بش تعطينا القرمشة خليت العجان راه يخلطهم بعدها بديت نزيد في المدافع شوية بشوية مع الملح بينسوق ما نساواش عدنا حوالي مغرفة صغيرة مع مراتة على الملح ونزيدون مدافع شوية بشوية حتى تنطم معنا العاجينة ادينا انا بعد نحيت هادا كلكا وستعملت لك خوشي هاكدا بش العجان يعجلني مليح العجينة بالنسبة للعاجينة اخواتي لازم القاوم ديالها تكون عجينة متماسكة شوية مش كما عاجينة البيتزا العادية اللي ما في نديروها هادك بالفارينا لازم تكون كشغلة تتلاسق وتكون طرية بزاف هنا حطيتها فوق مكان العامل عاوت طميتها بيان رجعتها هنا يا لاكيف تاع البيتخان نغطيوها ونخليوها يعني حتى تخمر ويضاعف الحجم اديالها ونروحو دوكا نحضروه سلسطة الطماطم بالنسبة للسلسطة الطماطم نحتاجو حوالي زوحبات طماطيش يكونوا كبار في الحجم نخيلو الطماطيش هاديك الحمرة ولي طيبة طماطيش تكون شابة هاكدا بش جينا بنينا نسكرفجوها في سكرفاج في الخشين حتى نتحصلوا على هاد القاوم ما نرحيواش في الاشواغ البنات لانو هاد السلسطة هادي مايش رايح الطيب لازم نشغل نسكرفجوها ا خير زلت لها وعليها وبعدها الزيت دلت لعكري الملح فلفل لكحل تحبو تزيدو هنا يا طماطيش تعل باطا سلسطة الطماطم المصبارة دلت مغير فاس صغيرة هاكدا بش تكون عندها لون شباب وزيت تختار كيما قلت لكم على خاطر هاد السلسطة هادي مايش رايحها الطيب هادا ما كان وجدت لها مافيها لابصل لا توم لوالو كيما يقولوا لطريقة التقليدية الانسيان اهنا يا بعد ما العاجينة ديالي خمرت انا صراحة يعني ما خريتهاش تخمر بزاف بزاف لاني كنت م مزروبة شوية هاي لي كاني ديقا زيت لابات ديالي دوك هنا نرشو فوق مكان العمل ديالنا كمية سميد الرقيق رطب هاداك ونحلو لابات ديالنا نحلوها تكون رقيقة شوية هنا شوفوا معايا لازم في كل مرة نرشو السميد ونتأكدوا في كل مرة انو العجينة مايش لسقها فوق مكان العمل نحلوها تكون رقيقة حوالي هاكدا كربعة ميليماتخ تقريبا فيها الخامرة فيها خامرة الخبز فيها خامرة الحلويات لي كانت حوالي ما غير فا صغيرة نضل ما اذكرتها لكمش. اه خاميرت الحلوية خياتي راح تخليها مقرمشة تاني. وتخلي عندها واذاك القاوم كشو لها كنت اكلو في قاطو في اونبات ولا. يعني واحد اللي عجينة تجيكم ما شاء الله خياتي. هنا هايليك بعد ما حلتها حطيتها في البلاتو ديالي. نحيت هادوك الزوائد كامل. هنا طبعا ما نرميوهمش. انا طميتهم كامل ودرت لهم واحد البيتزا غير صغيرة برك. هايليك نعودو نحلوها بنفس الطريقة. ونديرو لها لاسوستومات ملفوق. هنا فوالا نطلعو شوية الجوانب. هكذا بش نحطو لاسوستومات ديالنا. هنا تاني بعد ما حلتها البناز تخليتها تريح حوالي اربع ساعة. نغطوها اما بطرشونا ولا بلاستيك. هكذا بش بتنشفش العاجينة ديالنا. ونبعدها حطيت صلصة الطماطم نمشيوها. البيتزا كاغي على بلكم تحب صلصة الطماطم بزيادة. هكذا بش ما تجيش ناشفة. من الفوق يعني نحطوه وش نحبو. اه على كل حال بيزا كاغي سامري يعني ما فيهاش بزاف مكونات. انا درت لها هنا يا شرائح هادو ما تعال الحار. ولا تقدروا ديرو فلفل اللي حلو. اه درت شوية رشة من الاعشاب العطرية لانو ما درنا لا توم لا بصل لاوالو. ودخلتها للفرن مع رشة تعزيت الزيتون. دخلتها للفرن كي ماشتوا معايا. كي خرجت هنا تاني نديرو وش نحبو ونقدروا ما نديرو حتى حاجة نزيدو لها ببرك المعدنوس. ونديرو لها زيت الزيتون. ويكفيك تعرفوا للبيتزا كاغي لازم المعدنوس فيها. انا هنا علاجة الولادي بش يأكلوها درت لهم شوية تعطون. على بالي كن نديرها لهم غيرها هكذا كبرك ما يعجبوه مش الحل. داك هو الفور فخوماجو كامل. لذلك درت شوية تعطون. ودرت رشة مليحة تعال المعدنوس. وهنا تاني زدرت لها رشة مليحة ولا رشات مليح من زيت الزيتون. اللي حتعطيها تاني البنة وتعطيها تاني لمعة للبيتزا اديانا. هنا نقسموها. احلا نزيد نعود يعني نوري لكم القوام ديالها. وكيفاش طيب يعني طيب لكم ما شاء الله صدقوني خفيفة خفيفة كيترفضوا المرسو فيدكم. تقولوكو رفدين قطن ولا ليبانج ولا. هايليك هنا شوفوا البنة شترت تحميرها ديالها. تجي مقرمشة من اروع ما يكن. هايلي البنة تجربوها. مليحة دوكار انا مقبلين على الصيف لخارجة الصيفية تحبو تدوها فيدكم. لديلوها كوجبة عشاء ولا كوجبة غاداء. انا كنت درتها لهم مع الحريرة لتعال الفطور. زيتها لهم زيادة. وهدي لبيتزا كاغي. وللعجين هديك الصغيرة اللي بقت. هايلي كدرتها لهم كيمقودكم بدورها غير هكذا. بيانسوغ بش من بذلوش ومن رميوش. وجيت تاني تصخف جيت ما شاء الله. وكيما قلت لكم انا قدمتها لهم مع الحريرة لقدرت طيب تلهم كوكوت افطر وعشاء. هايليك دونك كانت هدية وجبة للعاشاء ديالنا. نشكركم على حس المتابعة. شاهدكم في الجنة في امان الله.